أنت تفكر كثيرا عزيزي برج الدلو تفكر والحبيب كذلك أرى النطاقة كما متشابهة الحبيب يعيش حزين هنا وأنت تعيش حزين هناك ربما هناك طرف آخر ربما هذه المعاناة قد تكون توأم الروح والشعلة لا أدري لنواصل القراءة لكن هنا أرى تفكير مستمر يحلم بك يفكر بك لا ينساك أنت أجمل شيء رأاه في حياته ومن جديد الأحلام يبني معك أحلام جميلة هذا الحبيب يريد أن يعيش معك لأن القرط تتكرر نفس القرط يعني التفكير المستمر وحتى أنه يحلم بك وأنت كذلك عزيزي تحلم به تحلم هذا الله هذا الحبيب ما هذا هنا واحد شغف كبير هذا شغف كبير وكبير وقوي قوي 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 بزاق لأني تتكرر لدينا الأمير والمالك ديال لاباسيون واخه نار هذا الحبيب قد يكون أسد أذكرت الأسد قد يكون أسد حمل أو قوس قد يكون ميزان أو جوزاء أو أه ميزان أو جوزاء أو دلو مثلك يعني هوائي واخه واخه كذلك أرى هنا طاقة مائية وترابية واخه موجودة كل الأبراج عزيزي لكن المهيمنة هي النارية والهوائية لكن موجودة كل الأبراج الله عزيزي برج الدلو الدلو أنت رغم هذه المعاناة العاطفية وهذا التفكير المستمر الحبيب هو في نفس المستوى بحل 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 هذا الحبيب يشعر بنفس الشيء يشعر بنفس الشيء أراك أنت يعني تغرق في هذه الأحزان وأنا أرى طاقتك هذا الشهر الخير الرزق العمل واخه ستفتح لك كل هذه الأبواب واخه كل هذه الفرص عمل رزق حتى الحب واخه رغم المعاناة ده بغد نهضر على العاطفة فقط سأركز على طاقتك واخه أنت عزيزي ربما لا ترى هذه الفرص لكن أنت لديك مفتاح سحري وذهبي ويمكنك فتح هذه الأبواب ليست باب واحدة بل أبواب كثيرة ذهبية حب ورزق وفرح وفرص كثيرة وعمل وكل شيء واخه أرا هنا كرتات جميلة وأنت أحلام ولديك يعني فرص فرص يعني كثيرة أرا هنا رزق واسع وفرص كثيرة رغم أنك تعاني بسبب الحب قد يكون هذا حب في السر قد يكون هناك طرف آخر لكن أنا أرا هنا الكثير من الجاذبية جاذبية قوية نارية بركانية هذا الحبيب يشتق إليك يشتق إليك كثيرا 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 ويحلم بك حتى أنت تحلم حتى أنت تحلم تحلم أشياء وأنا أقول لك بأن لأن الأحلام تتكرر أن أحلامك في أحلامك سترى شيء سيقول لك الحقيقة يعني إشارة سماوية لكن في حلمك وهذا الحبيب كذلك لذلك هذا الحبيب سيتحرك هناك تغيير سيتحرك هذا الحبيب سيتحرك واحد جوجلت سيتحرك هناك تقط الحركة والحركة السريعة قريبا صدقوني هذه ما تقوله الكارت لا تصدقوني أنا أقول ما تقوله الكارت هذه تغيير يعني بحل البركان كما قلت يعني البركان يسكت 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 في صمت وفجأة بوم يخرج كل ما بداخلي كل هذا النار وكل هذا الجهنم التي بداخلي هذا الحبيب سيتصرف مثل البركان تماما لماذا لأنه يعاني وربما أنت ابتعبت أو انسحبت قليلا بحزن كبير لكن أراك انسحبت كثيرا لكي تتركه يفكر ولكي يختار فربما هناك طرف آخر لكن حبيبي هذا الحبيب أنت في عقلي أنت في عقلي يعني أنت ملكة عواطفه ملكة قلبه يعني تملكين قلبه وخاقرة قوية قوية جدا أنا أطلب منك أن تمسح عقلك وتنظف عقلك من هذا الضجيج الفكري أن هناك نشاط فكري مستمر مستمر لن تولى الحبيب بجوج بكم تفكرون كثيرا لذلك هذه المعاناة هناك معاناة كثالي لكن هناك حب جميل هناك حب جميل جدا هذه الأفكار ليست سوى أفلام رعب في عقلك أنت وفي عقل الحبيب تجعلك تعاني لذلك املأ قلبك وعقلك بهذه شوفوا كيف يراك الحبيب املأ قلبك بهذه الأشياء الجميلة شوفوا يعني ماذا في حياتك رزق واسع رزق فيما يخص ليس فقط المادي بل رزق عاطفي واسع كبير بزاف وخا السرعة هذه تتكلم عن السرعة هذا الحبيب قريبا سيتصل أو سيأتي لكن أراه نكرت السرعة سرعة تتكرر تكرت السرعة وخا أرى أنا أزهار وورود في حياتك فلماذا لا تملأ عقلك بهذه اللوحات الجميلة بهذه الألوان الجميلة بهذه الشمس التي تبتسم لك كل يوم كل صباح وتقول لك صباح الخير يا جميل هذا الحبيب أرى ربما أنت ترشتيه ما شو ترشتيه يعني صفعة أعطيته صفعة صفعة روحية نحن ناس سلميون وناس طيبة وروحانيون نحن نمارس الحب لا نمارس نمارس المحبة والسلام نعم نمارس الحب والمعنى نعم لم أقول شيء خطأ أو غلط نمارس المحبة والسلام نحن في كوسميك لوف لوف عائلة سلمية وخا نمارس المحبة والسلام لكن أنت صفعت الحبيب بطريقة روحية نسحبتها لأنك احترمت حياتها احترمت قرارها وانسحبت وهذا الحبيب دبا يموت ويحترق وماذا سيحدث لأنه يشتغ إليك لا أدري كيف أصفه ليس هناك كلمة أصف لكم هذا الشغف الكبير أخا تتكرر والشغف ينمو لدينا الأمير والملك ينمو كل يوم ينمو وماذا سيحدث حركة سريعة هذا الحبيب وتتكرر هذا كانت أثر لما كانت نشوف كل هاد القوة وكل هاد العاطفة وهاد الشغف وهاد اللهف هذا الحبيب سيتحرك سيتحرك وخا لأنك أنت كما قلت تملكه ملكة قلبه تملك قلبه وملكة حياته وخا أنت ربما يعني ابتعدت قليلا كما قلت وربما كنت تحتاج لتنفس هواء نقي وجديد لأن هذه العلاقة صعبة جدا صعبة جدا أن هناك الكثير الكثير من المعاناة لكن حبيبي نحن نتكلم هنا عن توأم الروح وتوأم الشعلة لأن هناك كرطة روحانية وخا لأن هناك جاذبية غير عادية جاذبية قوية قوية بزاف قوية بزاف وهذا الحبيب سيتحرك قريبا لأنها هذه كرطة سريعة كرطة السرعة وخا قلت أنك أنت انسحبت لكي ترتاح قليلا وتبحث عن سلامك لأن هذه العلاقة تخفض ذبذباتك وأنت شخص في الحقيقة متفائل وسعيد بزاف وخا أنت سعيد دائما حتى في الأيام الغائمة والرمادية هذا الحبيب ربما في البداية لن يصدق أنك انسحبت قليلا في البداية لكن سيرى أنك الآن أنت صارم وهذا ما سيجعله يحترق ويتحرك كالمجنون وخا ويكبر هذا الشغف يكبر هذا الاشتياق الشوق وسيتحرك وسيأتي هذه كرطة السرعة لأنه يحبك لأنك أنت عالمه وهذه الطاقة الميزان يعني التوازن التوازن السماوي والعدالة السماوية ستتحقق أنا أراك أنك تصرفت بحكمة تصرفت بحكمة وبفضل هذه الحكمة أنت قوي وتصرفت بحكمة وإن صرفت أو ابتعدت وهذا الحبيب يكبر الشوق يكبر هذا الشغف الكبير لا تخلوني أنزيد نعم هناك ربما حتى طرف آخر ربما هناك طرف آخر وتتكرر هذا لكن لا تخاف تتكرر هذه كانت تريد أن تتكلم كذلك خلوها تتكرر الطاقة يعني أنت لا تخاف لأن ما ينتظرك شيء جميل وخه هذا الحكم السماوي ربما هناك طرف آخر لذلك هذه المعاناة ولذلك أنت يعني ابتعد أن هناك طرف آخر كنت أن هذا الحبيب لن يصدق في البداية أنك ابتعد وفقط أن هذا غضب وزعل منك يعني شيء عادي وأنا قريبا ستعود وستبتسم له من جديد وتهدي له حنانك ورقتك وروحك الملائكية يعني بحال ديما أنا أرى أن أنت بالنسبة لهذا الحبيب أنت شوفو أنت وردة أنت وردة أنت وردة في رمال صحرائه يعني أنت كنز عظيم شوفو كيف يراك يعني هناك ردة قوية بزاف وروحانية ربما هذا توأم الروح أو توأم الشعلة وحتى لكن هذه تصر أنه ربما هو حب في السر يحبك في السر أما لا يبوح بهذا الحب أو ربما علاقة سرية وخه وهي علاقة صعبة صعبة جدا هذا الحبيب يحبك هذا الحبيب كما قلت سيتحرك أنا أرى أنت تتكرر أنه سيتحرك سيتحرك بسرعة بسرعة هذا يحبك بجنون وسيتصرف كالمجنون سيأتي لأنه هو أحيانا غير واضح لذلك أنت ابتعدت قليلا وتدير ظهرك للحبيب لكنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة